اشتركوا في القناة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله باب فتح خير وعلم لنا جميعا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص فيهما كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي لإخواء المشايخ في رئاسة شؤون الحرمين خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود مشكورة في نشر العلم خصوصا في هذا المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على دراسة العلم وفهمه وتيسيره بمنه وكرمه آمين وسوف يكون لقاؤنا في هذا اليوم في ثلاثة مجالس بعد العصر والمغرب والعيشاء ويوم غد بإذن الله بعد العصر والمغرب وكما تعلمون ستتم بإذن الله دراسة متن مختصر في النظم وهذا النظم لمتن مشهور ومتن تداوله للعلم بالشرح وكذلك النظم لهذا الشرح والتحشية عليه وهو الورقات لإمام الجويني رحمه الله عبد الملك إبن يوسف بن عبد الله الجويني المل سنة تسع عشر وأربعمائة ومتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة أهل الإجرح رحمه الله وهذا الكتاب يعتبر من أفضل كتبه ومن أسلمها مما واقع فيه وكذلك غيره في هذا الفن وغيره من مسائل العقيدة وهذه الورقات كما تقدم لها شروح كثيرة ونظمت كثيرا واختصرت يعني نظم مختصر ومنه نظم مطول من ما نظم به هذا المتن لأحد علماء الجزائر المتأخرين وهو محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري توفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف من القرن الفارض وكانت ولادته سنة شبعين ومئتين وألف فله عند موته تسع وشتون سنة رحمه الله وغفر له وهذا النظم يبلغ تسعة وتسعين بيتا وهو مجتمل على غالب ما في الورقات فهو يخالف نظم العمريقي شرف الدين العمريقي لأن نظمه فيه زيادة على الورقات وهذا نظم المهم منها أو ترى كما يرى أن الحاجة إليه لا تمس لأنه أشار إلى الضروري من هذا العلم فنشرع بإذن الله في هذا النظم ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة على البيان والإعانة على بيان كلمات هذا الإمام بمن هو كرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الإمام محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري في منظومته سلم الوصول إلى الضروري من الأصول الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب وبعد فالمقصود نظم شذرات مما تضمنه كتاب الورقات سميته سلم الوصول إلى الضروري من الأصول وفق إشارة من الأحبى أجعله ذخيرة للعقبى وأسأل النفع به كالأصل فإنه جل جزيل الفضل نعم الحمد لله صلاة والسلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين النظم كما تقدم سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول ولا شك أن هذه تسمية تسمية مناسبة وموافقة وموفقة حيث قال سلم الوصول وهذا سيأتي أيضا في كلامه رحمه الله بأنه سميته سلم الوصول إلى الضروري من الأصول يقول رحمه الله الحمد لله على الإنعام نعلم أن أهل العلم متفقون على مشروعية الثناء في الابتداء في الكتب والخطب وسائر ما يبتدأ به على خلاف تفصيل في هذه المسألة وهذه المسألة يطول الكلام فيها لكن الأولى والأكمل أن يجمع بين البسملة والحمد لله عز وجل في الكتب والرسائل وكذلك المنظومات اتداء بالكتاب العزيز وأيضا أخذا بما فعله الصحابة رضي الله عنهم حيث افتتحوا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمد لله على الإنعام ذكر الحمد بصيغة الجملة الإسمية وهذا مناسب إشارة إلى أنه يشرع الحمد لله عز وجل حمدا ثابتا دائما لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت سيأتي بعد ذلك أنه ذكره بصيغة الفعل الحمد لله والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله هذا من أحسن ما قيل في تعريف الحمد لله عز وجل الحمد لله على الإنعام ولا شك أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام نعمة الدين ولهذا قال بنعمة الإيمان والإسلام فهو كتفسير لقوله الإنعام ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحسوها وإن تعد نعمة الله لا تحسوها وأعظم النعم نعمة الإسلام يمنون كما قال سبحانه يمنون عليك نسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وجاءت الأخبار في هذا وهي معناها مروا الحاكم الحمد لله على الإسلام قائما وقاعدا وراقدا فيحمد العبد ربه على نعمة الإسلام قال بنعمة الإيمان والإسلام ولأن النعمة لا تطيب إلا بنعمة الدين أي نعمة ينعم على العبد بها فإنها لا تطيب إلا بنعمة الإسلام والدين ولهذا قدمها فإذا كان العبد قائما ومجتهدا بحقوق هذه النعمة فإن النعمة تطيب كلها في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي أحواله كلها ثم قال أحمده حمدا كثيرا طيبا أحمده جاء بصيغة الفعل أحمده حمدا هذا مفعول مطلق ثم وصفه كثيرا يعني حمدا لا حد له كما في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما أنت كما أثنيت على نفسك فالعبد يحمد الله عز وجل على أحواله كلها ويشكره سبحانه وتعالى في كل ما أعطى عبده سواء كانت هذه النعمة نعمة رخاء وسعة أو كانت بغدها شدة فإنها نعمة والآثار في هذا كثير الدالة على أن الشدائد فيها نعم عظيمة والآثار عن الصحابة أيضا كثيرة في هذا المعنى حمدا كثيرا ثم قال طيبا هذا قيد مهم لأنه لا يكون الحمد محمودا ولا يكون الحمد مقبولا حتى يكون ماذا طيبا والله طيب لا يقبل إلا طيبا والطيب هنا أو الطيب هنا المراد به ضد الخبيث أن يكون حمده لله عز وجل حمدا خالصا حمدا لا رياء فيه وأن يكون حمده لله سبحانه وتعالى باختيار أعظم المحامد فيكون قوله طيبا يتعلق بالإخلاص ويتعلق أيضا بأن يختار أعظم المحامد وأوسعها أحمده حمدا كثيرا طيبا ثم ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم أسباب الإجابة مصليا حال يعني حال كوني مصليا على الحبيب المجتبى ولذا يشرع للداعي أن يحمد الله سبحانه وتعالى أولا وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا ثم يدعو أي ويشرع في المقصود ثم يؤمن وكذلك أيضا في باب التصنيف والتأليف وكل ما يبتدئ العبد به يحمده سبحانه وتعالى ويصلي على نبي عليه الصلاة والسلام مصليا على الحبيب المصطفى الحبيب المصطفى بمعنى المحبوب وهذا ورد في حديث من رواية سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند التلمذي في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يتذاكرون وكان مما تذاكروا به أنهم قالوا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليم وذكروا رسلا ممن لهم خصائص فيقولون ماذا خص به النبي عليه الصلاة والسلام هذا لسان حالهم فخرج عليه الصلاة والسلام ثم قال يعني ما قلتم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وكذلك وذكر من ذكر من الأنبياء الرسل عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وأنا حبيب الله وأنا حبيب الله وهذا احتج به بعضهم أن يقال حبيب الله لكن هذا الحديث الضعيف وما ضعفه فهو مخالف لما ثبت والإخبار الصحية فيكون منكرا وهذه علامة الحديث المنكر أن يكون ضعيفا وأن يكون مخالفا وهذا عند المتأخرين من أهل الحديث وإلا فالمنكر بحث واسع قد يكون المنكر يقع في رواية الثقة والثابت الصحيحين من حديث أبيه سعيد الخدري في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس في الصحيح مسلم من حديث ابن مسعود وجندب الثابت يخالف هذا ما هو الثابت في هذا تستحضرونه نعم نعم وإن صاحبكم خليل الله برد بألفاظ متعددة إني أبرو إليكم أو من كل خليم خلة وقال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهذا ثبت في الأخبار وأن أنه عليه الصلاة خليل الله هذا هو الصحيح في هذا لكن مصنف جرى على قول ويحتمل أنه قصده ويحتمل أنه لأجل النظم فقال مصليا على الحبيب المجتبى المجتبى المختار والاجتباه والاختيار والاصطفاء محمد محمد إما بدل أو عطفيان من قوله على الحبيب على الحبيب محمد سمي محمد لكثرة محمده عليه فهو محمد لأنه يحمد كثيرا وأحمد لأنه كثير الحمد فله الوصفان عليه الصلاة والسلام فهو محمد بمعنى أنه يحمد كثيرا بصفاته وخصاله عليه الصلاة والسلام ويظهر هذا في يوم القيامة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو أحمد فهو أفضل وأجل الحامدين عليه الصلاة والسلام محمد والآل والأصحاب الآل اختلف فيهم على أقوال فقيل هم من منع الصدقة وفيهم أربعة أقوال وقيل الآل آله هم أتباعه وقيل كل تقي من أمته وذكر أدل في هذا من جهة المعنى وبعضها من جهة النقل لكن لا يصح والحديث من روى الطبراني أن إن آل محمد كل تقي من أمتها حيث ضعيف بل هو باطل فلا يصح أو كذلك الأتباع أدخل آل فرعون أشد العلام والصواب أن تفسر النصوص بعضها ببعض وجاء ذكر الآل في موطن ثم ذكر في موضع آخر بمن منع الصدقة وأن النبي عليه الصلاة أخبر أن آلهم الذين منعوا الصدقة وهم على الصحيح بن هاشم وأزواجه فهؤلاء هم آله عليه الصلاة والسلام فحيث تصرف الآل في الأخبار هم المرادون وعلى محمد والآل والأصحاب ولهذا هم الذين منعوا الصدقة كما في حديث المطلب عبد المطلب الربيعة إن الصدقة إنما يوساخ الناس ولا تحل محمد ولا لآل محمد وجاء أيضا هذا المعنى عند البخار عن بهريرة وأنها لا تحل لهم وإنما يأكل آل محمد من هذا المال من هذا المال يعني من بيت ما المسلمين ولا يأكلون الصدقة فهم آله وكذلك موالي موالي الآل وأزواجه أيضا دون مواليهم دون مواليهم لأن أزواجه دخلوا في آله تبعا له عليه الصلاة والسلام فهم فرع عن فرع ولهذا لم يكن فرعهم مستتبعا لهم بخلاف نفس آله عليه الصلاة والسلام ببن هاشم فإنهم فرع عن أصل ولهذا قوي هذا الأصل بأن يستتبع الموالي فلا تحل لهم الصدقة محمد والآل والأصحاب الأصحاب جمعوا صاحب مثل تاجر جمعوا تاجر والأصحاب والصحاب هو كل من لقي النبي عليهم مؤمنا به ومات على ذلك وإن وإن تخللت للدفل الأصح كما هو تعريف الحافظ النخبة هذا هو الصحاب ولهذا محترجات كثيرة حملت السنة والكتاب هؤلاء هم الصحاب رعون حملت السنة والكتاب هم الذين نقلوا السنة وهم الذين نقلوا الكتاب ولم تثبت السنة ولا الكتاب إلا بنقلهم رضي الله عنه هم نقلت القرآن هم نقلت السنة هم الذين حفظوا السنة وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بحفظ الصحابة لهذين الأصلين لكن القرآن حفظ حفظا تاما لفظه ومعنى والسنة كذلك حفظت وإن دخلها ما دخلها فإنها محفوظة بحفظ الله بأن بيّن العلماء ما صح مما لم يصح فقيّض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها يعني هؤلاء الوضاعين الذين وضعوا الأخبار فإن الله أبقى لها الجهابذة الذين حفظوا السنة وبيّنوا بنقدهم فساد الأخبار الباطلة وكذلك بيّنوا بنقدهم الأخبار التي وقع فيها ضعف وكذلك بيّنوا بنقدهم الأخبار التي وقع فيها خطأ وإن كان أصل الحديث صحيحا إما خطأ في السند أو خطأ في المتن أو خطأ في بعض الألفاظ فقيّد الله للسنة هؤلاء إما الحفاظ والنظر في أحوالهم وكيف كان طلبهم للعلم وبذلهم أنفسهم وأموالهم في تحصيل العلم شيء عظيم لمن تتبع أهل العلم في هذا الباب حملت السنة والكتاب هم حملوها لفظا ومعنى فبيّنوا معاني السنة بيّنوا معاني الكتاب وهم أعظم الناس ثقا وعلما فالعلم ما عاد إلى الصحابة رضي الله عنه والفقه والفهم ما عاد إليهم رضي الله عنه وأصح القياس ما جاء عن الصحابة ولهذا إذا رأيت المسألة تكلم فيها العلم من الصحابة فانظر في كلامهم هل اتفقوا على هذا فأعضب عليه بالنواجد وتمسك به اختلفوا فهذا موضع اجتهاد كغيرهم من أهل العلم فهم حملت السنة والكتاب ولهذا حملوها على أحسن المحامل وفسروها وبينوها ولذا لم يكن الخلاف بينهم كثيرا الخلاف لم يكن بينهم كثيرا وكلما تأخر الجمن كلما كثر الخلاف الخلاف بين التابعين أكثر من خلاف بين الصحابة لماذا لسعة علمهم وفقههم لأنهم هم أهل العربية وهم أهل إدراك المعاني ولذا ترى أسئلتهم وسؤالهم للنبي عليه الصلاة حين ينزل القرآن فيستفسرون يعلمون المعاني فيسألون النبي عليه الصلاة فيبين لهم ويقرهم على الفهم لأنهم هم أهل العربية وأهل الفهم للسنة والكتاب ولذا على طالب العلم أن ينظر في الأخبار التي تنقل والتي فيها ألفاظ غريبة عليه ينظر في كلام أهل العلم الفقهاء الذين أخذوه عن شيوخهم وشيوخهم أخذوه عن شيوخ حتى يعود إلى من إلى التابعين ثم يعود إلى الصحابة فهم أهل العلم وأهل الفهم رضي الله عنهم حملت السنة والكتاب وهذان الأصلان هما الأصل في هذا الباب ولعل هذا براع في الاستفتاح حيث قال حملت السنة والكتاب فهذان الأصلان هما الأصل في هذا الباب هما الأصل في هذا الباب وما سواهما من الأصول متفرع عن هذين الأصلين الإجماع لا يكون إلا عن دليل القياس لا يكون إلا عن دليل فلهذا قال حملة السنة والكتاب ثم قال رحمه الله وبعد هذا ظرف مبني على الظم قطي عن الإضافة معنا وهو مبني على الظم في محل نصر أي بعد ذلك بعد ذلك فالمقصود والمعنى أنه بعد حمد الله وبعد الثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة فإن هذا هو المشروع هو المطلوب ليكون الاستفتاح مباركا فتشري البركة إلى ما يبتدأ به فالمقصود نظم شذرات فالمصنف رحمه الله والنظم أراد أن يبين مقصوده لكي يكون طالب العلم على علم بما ينظم أو ينذر نظم شذر ثم قال نظم والنظم من النظام وهو جمع اللؤلو ونحو ذلك في خيط في خيط واحد وهو النظام فتأتلف وتجتمع ولا تذهب عليك مجموعة ويسهل حملها هذا حساً كذلك نظم العلم إذا كان في شعر أو جمع عباراته في نثر مختصرة في عبارات محكمة هذا يسهل حمله عليك معناً فإذا كان حساً يسهل حمل هذا الشيء وهو النظام الذي تكون فيه يكون فيه الخرز ونحو ذلك كذلك النظم أو النثر الذي يجمع في عبارات قليلة وهذا بحسب الناثر وبحسب الناظم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عظيم وهم في هذا متباينون متفاوتون تفاوتاً عظيماً فبعض من ينظم قد يجمع لك معاني كثيراً في بيت واحد فتحصل في هذا البيت قواعد أم عاقد أم آخذ وأصول تستفيد منها في بحثك ودراستك والمسائل النازلة جمعها ونظمها نظم شذرات شذرات جمع شذرة يقال شذرات ويقال شذور ولهذا أعطيها العلم بعضهم يسمي شذرات وبعضهم شذور مثل شذور الذهب شذور الذهب بمعرفة كلام العرب من هشام وكذلك شذور الذهب لابن العماد الحنب لهذا في تراجم والتاريخ أو في التراجم وهنا قال شذرات وهي جمع شذرة والشذرة هي القطعة من الذهب والمعنى أنه شيء نفيس جمع لك حتى يتيسر لك الاستفادة منه مما تضمن النسخة التي قراءت تضمنه تضمنه إذا صار تضمن يش يصير الفعل هذا الفعل هذا يش يصير تضمن ها تضمن لكن شنوع الفعل شنوعه ماضي تضمنه تضمن ماضي مما تضمن أو قول لك مما من ما هنا مما أدغمة المين في المين والأسفة من ما يعني من الذي وما موصوله وعلى هذا يكون وصيلته هذا الفعل هذا الفعل مما تضمن كتاب الورقات كتاب الورقات والورقات هذا هو كتاب كتاب إمام الحرمين أو رسالة الحرمين وهي ورقات وجمعها على هذا الجمع وهو جمع الألف والتاء والمختون بالألف والتاء وبعض يسمي جمع المؤنث السالم وهل وهل هو من جمع القلة في خلاف والأظهر عند كثير منه يقع على القليل والكثير يقع على القليل والكثير قيل إنه قال ورقات حتى لا يستكثر طالب العلم هذه الورقات هي ورقات يسيرة ورقات مجموعة في عبارات يسيرة يمكن لك يمكنك أن تحفظها أو أن تستظهرها مما تضمن أو تضمنه على النسخة الأخرى كتاب الورقات وعلى هذا يكون هذا النظم جمع ما تضمنه لكن قال من ما وهنا من تبعيض فالمعنى أنه لم يجمع كل ما في الورقات مع اختصاره إنما أخذ منه الضروري كما سيأتي كتاب الورقات سميته سلم الوصول التسمية مهمة لكتب أهل العلم لأن التسمية أولا فيها معرفة بهذا الكتاب اللي سمي أو هذا النظم الذي سمي ويكون أدعى لظهوره وانتشاره حين يسمى لأن تسميت تكون على من عليه في هذه الحال قال سميته سلم الوصول سلم هذا السلم سلم معنوي تشبيها بماذا بالسلم ماذا الحسي أنت حينما تريد تصعد الصبح أو تصعد أي مكان مرتفع لابد من آلة سلم أو غيره إذن كما أنك لا تصعد إلى المكان الحسي مرتفع إلا بآلة ترفعك إلى هذا المكان كذلك في الأمور المعنوية في مسائل العلم ولقال يرفع الله الذين أنكم والذين وتعلم درجات فهو ارتفاع في درجات العلم ارتفاع معنوي حقيقي ارتفاع معنوي لكن ارتفاع حقيقي فهذا السلم يصعد بك ويرفعك إلى درجة أهل العلم ثم السلم يكون الصعود من أسفل إلى أعلى ليس من أعلى إلى أسفل لا من أسفل إلى أعلى وفي إشارة إلى الابتداء بصغار المتون الابتداء بالمسائل اليسيرة قبل كبار المسائل وأن طالب العلم يتدرج شيئا فشيئا حتى يبلي لأن البناء يكون على أصل فيحتاج أن يتدرج ليكون بنائه محكما قال سميته سلم الوصول إلى الضروري من الوصول الضروري ليس المراد الضروري الذي تفطر إليه والعلم به كما سيأتي أن العلم ينقسم إلى ضروري وبديه إلى ضروري وإلى نظر لا إلى ضروري يعني مما يضطر الإنسان إلى معرفته أو هو في حال ضرورة وحاجة شديدة إلى هذه المسائل فهو ضروري مثل مسائل العلم التي لا يصح لعبد عبادة إلا بها كذلك في باب الأصول هناك مساء ضرورية لابد أن تعلمها ثم المصنف رحمه الله يسر المصنف رحمه الله يسر الأمر وقال إنه أخذ هذا الكتاب على اختصاره وسهولة عبارته ثم هو أيضا اختار من هذا الكتاب ما جمع الكتاب كله لكي يعطيك أصلا تبني عليه فهم باب التحبيب للعلم وتيسير العلم هذه من أهم المهمات في طلب العلم وهو تيسيره وعدم تعسير العلم ولقى سميت سلم الوصول إلى الضروري من الأصول ولأن العبد حين أو طالب حين يأخذ الضروري من الأصول يستطيع بعد ذلك أن يبني على هذه الأصول أصولا أخرى وإن كانت هذه الأصول كبيرة أو عظيمة لأنه تدرج في علم وفق وفق الله نبي الكسر يعني موافقة موافقة وفق إشارة وهذا أشار إليه من شرحه وأنه أشار بعض العلم من أصحابه وطلب منه ذلك إشارة من الأحبة وهذه من بركة أهل العلم بعضهم إلى بعض أن يقول أن يشير بعض العلم إلى رجل من أهل العلم أن يؤصنف وفيه أيضا سلامة صدور أهل العلم بعضهم لبعض فإنه طلب منه وهو من أهل العلم أن يصنف أن ينظم هذه الورقات فكان المبتدئ له أجره لأنه ودال ومن دل على خين فله مثل وأجر واعلة وهذا واقع طيب أنا أسأل سؤال هل تذكرون قصص من هذا الجنس لبعضها العلم من من وقع على ذلك نعم أرفع الصوت التاريخ يأبى ما قلت ما يرضى التاريخ هل يقبل التاريخ هذا القول نسأله كلامك صحيح لكن التاريخ يقول لا متى توفي الزهري سنة كم توفي الزهري نعم مئة وكم زدها سنة مئة وعشرين وقيل مئة وخمس وعشرين ما اسم الزهري محمد المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله من الطبق الرام متوسط التابعي طيب كلامك صحيح لكن ليس الزهري أحسنت آن شاء الله زاك الله خير إسحاق من هو هذا ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله هذا توفي سنة كم ثمان وثلاثين ومئتين للهجرة ماذا قال يعني من مشايخ البخاري هو هو من مشايخ البخاري ماذا قال إسحاق وكان البخاري حاضر وكان في أول الطلب قال تذكرون كلمته أنا ما أذكرها بالنص فأحد يذكرها نعم نعم أحسنت يعني قال رحمه الله ما معناه يقول إسحاق لو أن أحدا من أهل العلم جرد كتابا لجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى لكان فيه خير عظيم قال البخاري رحمه فوقع ذلك في نفسه الله أكبر شف كلمة من هذا الإمام إسحاق رحمه الله كيف كان هذا النهو العظيم ثم قام البخاري رحمه صنف هذا الكتاب العظيم بمجرد مع أن البخاري مع أن إسحاق رحمه الله ما خص أحد قد يكون في ذلك الوقت أيضا البخاري رحمه الله لم يكن مشهورا مع أنه برز في حال صغره وله عشر سنوات وحده عشر سنة رحمه الله أيضا قصص يمكن أحد إخواني يذكر قصة أخرى نعم داء والدوالب القيم هل وقع بشارة أو سؤال سؤيله هو سؤال سؤيل نعم أحد يذكر كتاب نعم نعم حسنت قال هذا رحمه الله فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول وبالله التوفيق الخبر نعم هذا هو كلامه رحمه الله في كتابه نخبة الفكر قال رجاء إن جاء في تلك المسالك مسالك أهل العلم يقول رحمه الله نعم نعم مسلم نعم نعم في المقدمة طيب هو أشار إلى شيء من هذا قال ما معناه يعني أن السكوت عن هذا أسلم لكن وقال إن الأقوال معناه كأن القول الباطل إماتته في عدم ذكره لكن خشية أن يغتر بعض العامة رأى رحمه الله أن يبين هذا الشيء ولا يسكت عنه رحمه الله نعم والأمثلة في هذا كثيرة وفي هذا دلالة على أن الإشارة في مثل هذا مهمة وهي من باب النصح الدين النصيح ويقال وفق إشارة من الأحبة وفيه إجابة من سأل ما دام أنه قادر على هذا الشيء وخاصة أنه يكون في هذه الحال من باب سؤال العلم حين يسأل وهو قادر فإنه يتعين عليه ربما يكون أحيانا سصني بعضها العلم يقول ذلك أنه من جهة السؤال قد يكون السؤال بالحال بالمقال وقد يكون بالحال فيرى واقع الناس محتاج إلى بيان هذا الشيء محتاج إلى بيان هذا الشيء وإن لم يسأله شخص معين لكن واقع الناس وحال الناس يتعين منه أن يبين هذه المسألة وأنه من بيان الدين الواجب وإن لم يسأل وهذا لا شك لازم لأهل العلم ولكل من علم هذه المسألة إذا رأى الحاجة إليها أجعله ذخيرة للعقبة هذا هو المقصود من العلم هو العمل المقصود من العلم هو الدعوة إلى الله عز وجل إلى نشر السنة نشر الخير وهذا هو العلم النافع أسألك علم النافع قال أجعله أجعله ذخيرة والشيء المدخر للعقبة للآخرة هذا من أعظم أسباب البركة في نشر العلم وأيضا من أعظم أسباب البركة في ظهوره وقبوله لمن صنفه له ولغيره قال وأسأل النفع به كالأصل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو المقصود أن يكون علماً نافعاً كالأصل ما هو الأصل؟ الورقات لأن الورقات نفع الله بها سبحانه وتعالى واشتهرت وظهرت وكما تقدم شريحات ونظمات وعليها حواشي كالأصل فإنه سبحانه وتعالى جل بصفاته وكماله سبحانه وتعالى جزيل الفضل وأعظم ما يرجو العبد به الفضل من سبحانه وتعالى إذا كان في أبواب العلم نسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله نعم قال رحمه الله تعريف وصول الفقه أما أصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال ثم أصول الفقه لفظ ركبا من مفردين صار بعد لقبا فالأصل ما الفرع عليه يبنى والفقه إن تكن به تعنى معرفة الأحكام ذات الاجتهاد شرية وتلك سبعة تراد نعم يقول رحمه الله يقول رحمه الله بعدما فرغ من المقدمة أما أصول الفقه وهذا شروع منه في النظر للورقات أو ما تضمنته هذه الورقات في معظم مسائلها أما أصول أما حرف شرط وتفصيل لا تجزم وما بعدها مبتدى وما عطف عليه بالفاه والخبر أما أصول الفقه والتفصيل هنا مهم ليتبين لطالب العلم ما يريد بيانه أما أصول الفقه ثم قال أما أصول الفقه وهذا واضح لأنه قدم أنه يريد أن ينظم الورقات وهي في أصول الفقه ثم ذكر أن الجويني رحمه الله ذكر أصول الفقه وتعريف أصول الفقه أما أصول الفقه فالاستدلال بالتسكين لأجل الروي بطرقه على سبيل الإجمال وإلا لو أنه حرك فالاستدلال على سبيل الإجمال في حصل ما يسمى عندهم في العروض الإقواء واختلاف الحركة مع اتفاق الروي بالحرف وهو يجري عندهم لكن إذا كان سالما من الإقواء كان أتم وأحسن ولهذا سكن هنا أما أصول الفقه فالاستدلال هذا مع أصول الفقه ولهذا قالوا هو معرفة طرق الفقه الإجمالية طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا هو التعريف المشهور قيل ما هي أصول الفقه قيل معرفة طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذا التعريف طويل ولو اكتفي بالجملة الأولى فإنه يكفي معرفة طرق الفقه الإجمالية والمعرفة هنا المراد بها العلم فقوله معرفة طرق الفقه الإجمالية يحصل يحصل الفصلين الأخيرين أو جملتين الأخيرتين وهو كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وذلك أن معرفة طرق الفقه الإجمالية لا تكون إلا بعد معرفة كيفية الاستفادة منها ولا يكون المستفيد هذا إلا مجتهدا ومعلوم أن أهل الحدود يجتهدون في الاقتصار على الحد الذي يكفي وما زاد فإنهم يستغنون عنه لكن من زاده لأن العبارة قد تحتمل ويقول معرفة طرق الفقه الإجمالية طرق الفقه الإجمالية مثل ماذا ما هي طرق حتى نفرق ما بين أصول الفقه وما بين ماذا أصول الفقه شو مقابلها لا أصول الفقه هي أصل والذي يبني عليه ماذا الفقه إذن أصول الفقه هي طرقه ماذا الإجمالية مثل ماذا طرقه الإجمالية أرفع الصوت القرآن والسنة والإجماع القياس هذه الأصول العامة ويتفرع عنها أصول ما هي الأمر يعني نقول مثلا بدون تعريف مثلا نقول الأمر وماذا النهي الإطلاق التقييد العام الخاص النسخ نعم وكذلك سائر طرق الفقه الإجمالية فوظيفة العالم بأصول الفقه ما هي وظيفته ومعرفته طرق الفقه الإجمالية أنت حين تأتي إلى صاحب وصول الفقه يبين لك الأمر الأمر للوجوب وأحكام الأمر حكام النهي وكذلك العام والخاص يبين لك كيف تعرف العام ودو الخاص وكيف تجمع بين العام والخاص عند التعارو والناسخ والمنسوخ فتعرف من من يعلم أصول الفقه هذه الطرق الإجمالية لكن حين تريد الدليل التفصيلي يقول لك مثلا الأمر يدل على الوجوب تقول طيب تسأل تقول الصلاة يقول أنا أتكلم عن ماذا عن الأمر أما الصلاة تأخذها من الدليل ماذا التفصيلي وهذا عند أهل الفقه وأقيموا الصلاة ف بينهما واسطة بينهما واسطة وهو الدليل التفصيلي قال أما أصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال وهذا التعريف مختصر وهو في الحقيقة من أحسن التعريف وهو أن تعرف أصول الفقه إجمالا واقتصر عليه الناظم وكذلك الأصل فمعرفة أصول الفقه على طريق الإجمال ويكفي تقدم أنك حين تعرف طرق الفقه على طريق الإجمال فإنه لا يكون إلا بمعرفة كيفية الاستفادة منها وكذلك لا يكون هذا إلا من المجتهد الذي يتعامل مع هذه الأصول ثم أصول الفقه أراد أن يبين لأنها الآن ذكر لك أصول الفقه على سبيل اللقب لهذا العلم على سبيل اللقب لهذا العلم وإن كان لو أنه قدم أصول الفقه يعني تعريف أصول وتعريف فقه على الترتيب المعهود عندهم أولى لأن معرفة المركب متولدة عن معرفة ماذا أجزاء المركب هو الآن عرف المركب ولا عرف أجزاء المركب ثم عرف أجزاء المركب لكن أهل العلم أحضر الله عليهم لا يتكلفون في هذا وذلك أن المقصود هو فهم العلم فهو حين يبين لك أصول الفقه فهو بينه لك بالإسم اللقبي والإسم اللقبي الذي هو علم عليه لا يكون إلا بهاتين الكلمتين المفردتين أصول وفق أصول وفق إذا جمعت هذين أصول وفق فإنه يحصل لك معرفة أو يحصل لك هذا المسمى وهو الإسم اللقبي لهذا الفن وهو أصول الفق والأصول أضيفت إلى الفق ففيه تخصيص لأن إضافة النكرة إلى المعرفة اشتفيد التعريف وإضافة النكرة النكرة تفيد ماذا التخصيص فهذا تعريف للأصول أصول الفقه أصول الفقه فالاستدار بطرقه على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك أصول الفقه لفظ ركب أراد يبين لك معنى هذين اللفظين الأصول والفقه ركب هل هو مركب وإلا يعني مؤلف هل أصول الفقه لفظه مركب ولا مؤلف نعم مصنف يقول ركب التركيب يكون أيهم أعم التركيب ولا التأليف أنت قد تركب شيئين ليس بينهما تجانس أليس كذلك قد تركب شيئين هذا من جنس وهذا من جنس وقد تركب شيئين مؤتلفين أليس كذلك فالتركيب أعم والتأليف يكون بين شيئين متجانسين ولهذا لو قيل لفظ المؤلف لكان أحسن لأن الأصول والفق بينهما تجانس هذا أصول هذا فق كله يرجع إلى الشريعة ولا مشاحة في الاستلاحات ولقى لفظ الركب والألف للإطلاق يجر روي وإلا يصر ركب من مفردين ما هم المفردان طيب أصول مفرد ولا مجمع طيب لا لماذا قال مفرد يعني المفرد هذا مقابل مقابل ماذا التركيب كما أن لأهل النحو اصطلاحات في المفرد مثلا في باب الخبر وباب الندى وباب لأنها في الجنس له معنى مثلا المفرد في باب الخبر ما ليس ماذا جمع ليس جمع وقد يكون جمع الطلاب مجتهدون مجتهد مفرد وإلا جمع في باب هذا الباب مفرد 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 لأنه يقابله الجمع يقابله الجمع وشبه الجمع في باب وكذلك المضاف وشبه المضاف في باب لا نافه باب الندى في المقصود كذلك اصطلاح في هذا الباب عند الأصليين هو من هذا الباب فهنا قال من مفرديني من مفرديني فالمفرد هنا مقابل المركب لا المفرد مقابل الجمع لا مفرد مقام مركب وليقال من مفرديني صار بعد صار بعد لقب صار عند أهل الاصطلاح أصول الفق لقب لهذا الفن المسمى أصول الفق ولا شك أن تعريف الفن هذا مهم لأجل أن يسهل فهم هذا العلم ولا يحسن أن يدخل إنسان في هذا الباب من العلم وهو لا يفهم مثلا هذا اللقب لأنه كالمفتاح له قال فالأصل ما الفرع عليه يبنى أراد أن يعرف الأصل هنا عرف الأصل اصطلاحاً أو لغة تعرفون هل هو اصطلاحي ولا لغوي لغوي مع أن العهد للتعريف لهذه الاصطلاحات أن يكون اصطلاحياً أو لهذه المسميات لكن لما كان تعريفه من باب الاستلاحة أو تعريفه اصطلاحاً لا يؤدي الغرض عن رفقه باللغة لأن تعريف الأصل لغة أمس بأصول الفقه لأن الأصل في الاصطلاح ما معنى الدليل أو القاعدة ونحو ذلك تقول الأصل في هذا هو قول النبي عليه السلام الأصل في هذا هو الآية كذا وما أشبه ذلك الأصل هي القاعدة فالأصل يطلق على عدة اصطلاحات الأصل يطلق على عدة معانف بالاستلاح لكن الأصل في اللغة فالأصل ما الفرع عليه يبنى ما يبنى عليه الشيء هذا معنى وهذا مناسب في هذا الباب لأن الفقه يبنى على الأصول فناسب أن يذكر تعريف الأصل لغة ما الفرع عليه يبنى البناء حسي ومعنوي حين تضع الأساس تبني الجدار كذلك حين تضع الأصول التي تضبط الفروع فإنك تسير سيرا واضحا بينا فلا تضطرب عليك الفروع وتنتظم ما تختلف عليك الفروع وتضطرد اضطراد تام إذا تمسك بالأصول الصحية ولذا حين تكون هناك أصول خاصة يسير عليها بعض علماء المذاهب يضطرب لكن نريد الأصول المتفق عليها المعروف بلغة العرب وما جاءت بها الأدلة في الكتاب والسنة والفقه إن تكن به قد تعنا والفقه إن تكن به قد تعنا أراد أن يبين لك عن الفقه لأنه يبين الأصل أراد أن يبين الفقه وهما هذان المفردان الذين تركب منهما وتألف هذا العلم وهما أصول الفقه تعنا ولا شك أن طالب العلم يُعنا بهذا فهو كالحث على تعلم هذه الاصطرحات ومعرفتها ولهذا قال معرفة الأحكام بالاجتهاد معرفة الأحكام والمعرفة هنا المراد بها العلم الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو خطاب أو وضع أو تخيير أو وضع هذا هو الأحكام جمع حكم ذات الاجتهاد شف الأحكام ثم قال ذات الاجتهاد هذا قيد مهم ليخرج ماذا ها ذات الاجتهاد يخرج ماذا الاحكام التي الاجتما الاحكام مجمع عليها لو جئت إلى إنسان سألته قلت له ما حكم الصلاة قال واجبة ما حكم الزكاة قلت قال واجبة الصوم سألك عن إنسان كيف فلان قلت إنسان فقه إنسان فقه بارع وفقه كيف سألت عن حكم الصلاة والزكاة والصوم والحج فقال إنها واجبة هل هذا يصح؟ هذا لا يصح لأن هذا من العلم العام يعرفه عموم المسلمين صغارهم وكبارهم فهو من العلم الضروري ولها قال معرفة الأحكام ذات الإجتهاد ذات الإجتهاد كما تقدم في التعريف أنه لابد يعرف حال المستفيد وكذلك كيفية الاستفادة من حال المستفيد وهو المجتهد شرعية معرفة الأحكام ويجلس شرعية شرعية على أن حال يعني حالة كونية شرعية والحال من المقيد المنفصل إلى المتصل المقيدات متصلة المتصلة فينجوز أن تقول شرعية يعني حالة كونية أو شرعية على أنها بدل منها معرفة الأحكام لأنها مجرورة فشرعية أو شرعية وهذا قول الشرعية ليخرج ماذا؟ الأحكام العقلية الواحد نصف الاثنين مثلا الحسية الماء ملون النار حاره نحو ذلك شئ الحكام المكلام في الأحكام الشرعية الحكام الشرعية قال شرعية وتلك سبعة سيأتينا إن شاء الله تراد هذه الأحكام هل معنى ذلك أنك تعرف تعريف الواجب للأحكام ماذا؟ سبعة يقول وسيأتينا في كلام صنف رحمه الله أنها الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام والصحة والفساد والصحة والفساد على تعريف الجويني رحمه الله تلك سبعة تراد تقصد والمعنى أنك تعرف هذه الأحكام تعرف الأحكام الواجبة لا تعريف الحكم الواجب تعرف الأحكام المستحبة لا تعريف الحكم المستحب تعرف الأحكام المحرمة لا تعريف الحرام تعرف الأمور المكروهة لا تعريف المكروه كذلك تعرف العقود الفاسدة والعقود الصحيحة والعبادات الصحيحة والعبادات الباطلة لا تعريف الصحيح ولا تعريف فاسد لأن ذاك من وظيفة من تعريف الواجب وظيفة من ومعرفة هذه الحكام وظيفة من الفقه لأن الكلام في تعريف الفقه ليس تعريف الأصول ولهذا قال وتلك سبعة تراد تقصد هذه الحكام لأنها مهمة لطالب العلم وسيأتي تعريفها إن شاء الله نعم قال رحمه الله تعريفات الأحكام السبعة الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباحي وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكره يرام ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد نعم يقول رحمه الله في تعريفها الآن عاد إلى أصول الفقه لأن الأمر كله يتعلق بأصول الفقه إنما جاء عرضا تعريف الفقه ولم يستطرد في أحكام الفقهية لا لأن ليس المقصود أن يصني فقه المقصود تصنيف أو نظم هذا المتن وهو الورقات ولهذا عاد إليه مرة أخرى وكان مناسب يعني اختتام سبعة تراد مع أن السبعة هذه التي تراد هي الأحكام السبعة معرفة هذه الأحكام كما تقدم معرفة الفقه للأحكام الواجبة والمستحبة وبقية الأحكام ثم هذه الأحكام السبعة التي ينبغي للفقه يعرفها تعريفها هو وظيفة الأصول الواجب الواجب من الوجوب والوجوب هو السقوط كما قلت فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وجب الشيء إذا سقط ومنما ثمت صحي مسلم عيد بن عباس في حديد طويل وفيه سمعنا وجبة ونحن مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال تدرون ما هذا كنا الله ورسله أعلم قال هذا حجر أرسل من رأس السلسلة سبعين عاما الآن بلغ قعرها من رأس السلسلة رمي به دينار جهنم وينزل حجر عظيم الآن بلغ قعرها الوجوب والسقوط وهنا كلام كثير لها العلم يطول به المقام لكن المقصود هنا هو تعريف الواجب والصحيح أنه لا فرق بين الواجب والفرق على قول الجمهور وإن كان الواجب يختلف درجة بحسب قوته في الوجوب هناك أدلة صريحة في الوجوب هناك أدلة ظاهرة في الوجوب هناك أدلة محتملة الواجب الذي ترتب الثواب ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب الواجب أن لي يترتب الثواب على فعله المسنف رحمه الله ما قال يعني يستحق به الثواب فعبارته فيها تلطف وفيها توسط للاعتراض الوارد على تعريف كثير وصولي للواجب لأن كثيرا منهم عرف الواجب بثمرته أو حكمه وهذا عند أهل الفن والحج معيب لأن المقصود هو تعريف الماهية تعريف الماهية واختله صاحب الكوكب وغيره أخذ عن غيره قال ما ذم شر عن تاركه قصدا مطلقا وعبارة أخصر قالها ابن عقيل وجماعة الواجب هو إلزام الشارع وهذا أحسن إلزام الشارع وهذا تعريف له بحقيقته وماهيته معنى هذه الحدود عليها ما يرد عليها على طريقة أهل الحدود وكثير من الحل لا تسلم والمقصود هو تقريبها إلى الفهم عند أهل العلم ثم التعريف بالثواب قد يكون أقرب إلى روح الشريعة لأن المكلف يريد أن يعرف هذا الواجب وهذا هو المقصود لأن المقصود من معرفة الواجب هو العمل به فإذا علق بالثواب كان أدعى إلى العمل وإجساد في تحصيل هذا الواجب الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وش يخرج بقوله بفعله وش يخرج ما لكن هنا إذا قال الواجب لأن التعريف احتراز إذا قيل يترتب الثواب على فعله وش يخرج من الأحكام الحرام الحرام والمباح أيضا والمكروه والمكروه المباح المباح نعم الواجب الحرام والمكروه والمباح لأن هذه ليس فيها ثواب في بعينها ليس فيها ثواب في بعينها طيب وتركه به العقاب وش يخرج المستحاب المستحاب ليس في تركه العقاب إذا خرجت الاصطلاحات الأربعة أو الأحكام الأربعة هذا هو الواجب الذي ترتب الثواب ثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاحي صاحي هذا ترخيم ترخيم هو حذف آخر وده ترخيم من يحذف ذفاخر المناد كيا سعى في من دعى سعى سعى مع أنه من شرطه يكون علما وهنا رخم وإن لم يكن علما لكنه يجوز عند مراتهم على شذوذ وهذا كثر حتى في الشعر أيضا والندب ما الثواب فيه صاحي يعني يا صاحبي وفيه أيضا إشارة إلى النصح وأن من يخاطب بهذا صاحب للمصنف وهكذا أهل العلم أهل صحبة وأهل محبة لأن بينهم رحم العلم ومثال العبارات لها أثر لا من الناظم أو المؤلف ولا من المتلقي لهذا العلم فيقع في نفسه أنه نصح وأخلص له فاجتهد في تيسير العلم له والندب والندب أصله الدعاء لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا والندب ما الثواب فيه ما الثواب فيه وش يخرج بقول ما الثواب فيه يعني في فعله ما خرج ما خرج قبل ذلك الحرام والكروه والمباح والمباح هذا يخرج والندب ما الثواب فيه صاحي و يخرج بتركه كما تقدم معنى أن الندب يؤجر على فعله يؤجر على ولا يعاقب على يخرج ماذا الواجب الواجب يعني قال والندب والثواب فيه صاحي ويشير إن ما تقدم وأن فعله فيه الثواب ولا عقاب في تركه والندب يطلق على كل ما ندب إليه الشارع وسمه ما شئت سمه سنة سمه رغيبة سمه تطوعا وهناك منفرق بين بعض هذه الأنواع وهناك اصطلاحات خاصة هناك اصطلاحات عام السنة اصطلاح عام لكن تطلق كثيرا على الشيء المسنون الذي ليس بواجب ومنه السنن الرواتب والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران ما هم الأمران ثواب والعقاب في المباحي هذا هو المباح ولهذا عرفه بيضاء وجماعة قالوا ما خل عن مدح وذن وكذلك صاحب التحرير وغيره تبعوا كثير ممن عرفه على هذا الوجه قالوا ما خل عن مدح أو ذن ومنهم من استشكل دخول المباح في باب الأحكام الشرعية فقالوا أحكام الشرعية أربعة ما هي الواجب والمستحب والحرام والمباح لم يدخلوا قالوا بعضهم إن إدخال المباح تتم لهذه الأحكام تتم لهذه الأحكام لكن هذا فيه نظر لأن المباح حكم شرعي وقع في الشرع قال أحل لكم ليلة الصيام أرفثوا إلى نسائكم وأحل لكم ما وراء ذلك فهو حكم شرعي أحل الله وهو من الباحة وباحة الشيء وهي السعة ثم جاءت الأحكام كان الصيام في أول الأمر من نام من نام بعد فطره بعد دخول الليل حرم عليه الطعام والشراب لو إنسان نام قبل الفطر حرم عليه الطعام والشراب إلى اليوم الثاني قصة قيس بن الصرم وصرم القيس في الصحيحين هذه براءة معروفة لما قالت له زوجه خايبة لك لما جاءته نائم كان يعمل في بستانه طول النهار وجاء مجهد وقال وطلبوا لي أمرها تطلل له فطور وقال يعني يطلب شيء غير التمر فإن التمر قد أحرق جوه والحديث ثم غشي عليه لأنه استمر صعب نام لما نام واستيقظ خلاص ما يجوز يأكل فاستمر تلك الليلة إلى الغد وغشي عليه من النهار فنزل قالوا تعالى أحل لكم ليلة الصيام يعني جميع الليالي ليلة جميع الليالي فأحله الله فهذا حكم شرعي وهذا من تفى فيه الأمران الثواب والعقاب لكن نعلم أن هناك حكم يتعلق بالمباح حين يكون طريقا إلى غيره إذا كان طريق إلى غيره فله حكم آخر وهذه مسألة معروفة طريق الحرام مش حكمة وطن الواجب الوسيلة الواجب واجب وهكذا قد تكون مباحة لكنها واجبة لأنها حكم ما يتوسل إليه وهكذا وينتفي الأمران في المباحي والمباح له شأن في الشريعة وأحكامه بسطها العلماء والإنسان قد يتمتع بالمباحات في المأكلات والمشروبات والملبوسات إلى غيرك وهو في طاعة وعبادة لماذا؟ لأنه توسل بها إلى أمور من أمور الطاعة إنما هذا المراد إنما المراد هنا حين بالنظر إليه مجرد إلى ذات المباح ثم قال الرحيم وواجب بعكسه جاء الحرام ما معنى ذلك؟ عكس الواجب ما هو الحرام الواجب ما هو ما يفعله الثواب في ترك العقاب الحرام مش يكون في فعله العقاب وفي تركه الثواب في تركه هذا هو الحرام وهذا أيضا من حسن نظمه رحمه الله لأنه استغنى لك عن الحد في أن جاك بعكس بس عكس الحرام هو عكسه عكس الواجب بس واجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يراه مقصد ما هو المندوب ما تعرف مندوب ما في فعله وتركه لا عقابه المكروه في تركه الثواب ولا عقاب في فعله إذن هذه الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة قال رحمه الله ثم الصحيح قال ثم أتى بثم وهذا حسن لأن الصحيح والفاسد هل هي من الأحكام أو ليس من الأحكام الجوين يدخلها وبعضها الحلم يقول أحكام خمسة والصحيح والفاسد أو الباطل ليس من الأحكام ولها قال ثم وهتفيد التراخي كأنه يشير إلى النظر والتأمل وليست على إطلاق بل محل بحث الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد هذا والصحيح والفاسد أو الصحيح والباطل من أدخلها في الأحكام في الأحكام الشرعية هذه الأحكام قال إنه توصف به العبادات والمعاملات فيقال عقد صحيح ويقال ماذا عقد ويقال عبادة صحيحة صلاة صحيح متى تكون الصلاة صحيحة متى تكون صحيحة إذا استوفت الشروط استوفت الشروط وانتفت الموانع فإذا اكتملت شروطها وانتفت الموانع تم العقد فإن كان عبادة فهي صحيح فإن كان عقدا فهو صحيح فإن فات شيء من الشروط تكون عبادة فاسدة أو باطلة ويقال عقد باطن أنت بعت تقول بعتك هذا الجهاز بما في يدك هل يصح لماذا إنه فات شرط ماذا العلم بالثمن فالعقد لا يصح فلما كانت هذه الأحكام وهي العبادات والمعاملات وداخلة في هذه الأحكام المتقدمة الأربعة أو داخلة في الأحكام المتقدمة أدخل من هذه الجملة على هذا الاصطلاح وإلا فالأكثر على أنه من الأحكام الوضعية وهي كله أحكام عندنا أحكام شرعية وأحكام وضعية ما الفرق بين الحكم الشرعي وحكم وضعي الحكم الأحكام التكليفية بالمكلف بالمكلف هناك فرقة لكن من أهمها أن الحكم الشرعي مخاطئ من مكلف أما الأحكام الوضعية نعم فهي ماذا أمور وضع الله سبحانه وتعالى عندها توجد التكاليف عندها توجد التكاليف لم يكلف فيها إنما إذا وجد الحكم الوضعي وجد الحكم التكليف ولهذا كل حكم تكليف لا بدل حكم وضعي الله عز وجل أوجب صلاة الظهر متى إذا زالت الشمس وزوال الشمس حكم ماذا وضعي حكم وضعي وكذلك سائل الأوقات كذلك الزكاة تجب بسبب وشرط ما هو سبب الزكاة سبب الوجوب سبب الوجوب لو جاوب يرفع أصباح حسن على أساس ما تختلط الأصوات نعم النصاب أحسنت النصاب سبب شرط الزكاة أحسنت الحول لا بد أن يقارن الشرط والسبب السبب حكم وضعي والشرط حكم وضعي هذه هذه قسم أولا القسم الثاني أو المعنى الثاني الأحكام التكليف الوضعية منها ما هو في قدرة المكلف ومنها ما ليس في قدرة المكلف ما ليس في قدرة المكلف مثل ماذا زوال الشمس غروب الشمس وكذلك حوالا الحول ونحو ذلك هذا لا يخاطب بالمكلف مطلقا لأنه ليس في وسع قدرته القسم الثاني من أحكام الوضعية قسم في قدرة المكلف مثل ماذا مثل تحصيل أحسن تحصيل النصاب تحصيلها طيب هل يخاطبه أولا ما يخاطبه طيب في قدرة المكلف يعني حولان الأول نقول الذي هو الذي هو تحصيل النصاب يستطيع أن يحص النصاب ولما يستطيع يمكن يعمل يتهاجر يكون عنده في طنة يحص النصاب الله عز وجل يقول ولله أن يحج البيت من يستطاع إليه سبيلا الإستطاع عن المال ممكن يحص المال أولا لا هل يخاطب بتحصيل المال لا يخاطب إذن القسم الثاني سبب وضعي في قدرة المكلف ولا يخاطب به ولا يخاطب به لماذا لم يخاطب به لأن الأمر بهذا جاء مقيدا ولم يأتي مطلقا نعرف الفرق بين الحكم الوضعي الذي يكلف فيه المكلف والحكم الوضعي الذي يكلف به أنه إذا جاء الأمر مقيدا بحكم وضعي فأنت لست مخاطبا به كقول سبحانه وتعالى وإن يسحج البيت من استطاع أما إذا جاء الأمر مطلقا بلا تقييد فالخطاب بالحكم الشرعي خطاب به وبما لا يتم الوجوب بما يتم إلا به وأقيم الصلاة والشرط الصلاة إذا كان محدث الطهارة والطهارة الشرط هل هو مخاطب الطهارة؟ مخاطب لأنه مأمور بها وذلك أن الأمر بالصلاة مطلق فالأمر بالشيء إذا كان مطلقا فهو أمر به وما لا يتم هذا الواجب إلا به أو نقول المأمور أحسن حتى يدخل فيه المستحب طيب ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد كما تقدم على تعريف الإمام الجويني رحمه الله بإدخال هذين الحكمين في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية عشرة من يعدها الحكمة الوضعية التي وقع فيها خلاف والتي لم يقع فيها خلاف عشرة ما هي هنا إثنان نعم الصحة والفساد من والسبب والشرط والمانع طيب أيضا هذه خمسة والرخصة حسنت والعجيمة السبعة والقضاء نعم حسنت الأداء والقضاء والإعادة هذه كم عشرة الأداء والقضاء والإعادة هذه عشرة فيه أحكام متفق على أنها من حيث الجملة أحكام وضعية السبب والشرط والمانع وفيه التفصيل في بعض هذه الأحكام الرخصة والعزيمة هنا الصحيح والفاسد بعضهم جعله في الأحكام التكريفية أو الحقه بهذه الأحكام لما تقدم من المعنى ولعله يأتي مزيد إن شاء الله بيان له في كلام مصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله إنقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان الشك والظن إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواسي وبالتواتر ككون فاسي والنظري عكسه ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر والشك تجويزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على نعم يقول رحمه الله في تقسيم العلوم وهذا التقسيم في الحقيقة الذي ذكروه يعني كأنه مدخل أو مناسب لباب الأصول لأن أصول الفقه يبنى على هذه الأصول المتفق عليها فذكروا أنواع العلوم وأن منها ضروري ومنها نظري ومنها نظري وعلوم الشريعة أيضا كذلك أو إحكام الشريعة منها ما هو ضروري معنى أن الإنسان لا يتردد في معرفته ومنها ما هو نظري والأحكام تختلف بين النظروري والنظري مع سائر أنواع الأنوال الأخرى كما سيأتي في كلام رحمه الله إن شاء الله قال إن ضروري العلوم ما استقر يعني الذي استقر ضروري العلوم ما استقر هنا قال العلوم والعلم والعلم أعم من الفقه مع أن الكلام تقدم في أصول الفقه لكن قال العلوم لأن يدخل فيه الفقه ويدخل فيه غيره ما يضع العلوم مكملة كالنحو وغيره سان علوم العربية وكذلك العلوم الأخرى التي ليست من علم الشريعة مثل علوم الطب والهندسة هي نوع من العلوم إن ضروري العلوم ما استقر وكل هذه العلوم فيها ما هو ضروري فيها ما هو نظري بلا دليل وبلا سبق نظر مباشرة حين يسمع هذا الشيء أو يسأل عنه لا يتردد لا يقول لا أنظر لو سئل مثلا عن مسألة ضرورية فإنه هجاه مباشرة سوى يتعلق بالحساب أو بغيره فوجود مثلا الكعبة وجود مكة ووجود سائر البلاد التي هي معرفة ومعرفة ضرورية هذه لا تحتاجها تفكير إذا سئل عنها الإنسان لو قيل للإنسان كم نصف الاثنين مباشرة يقول واحد مثلا لا يقل دعني يعني أحسب وأكتب نحو ذلك لأنه علم يضطر إليه بمعنى أنه كما قيل بديهي وقال بعضهم معلم يقول إنها معنى بديهي في بداهة العقول وابتداء العقول مباشرة بلا دليل وبلا سبق نظر ولهذا لا يجادل فيه ولا يجادل فيه أحد كحاصل كحاصل بالخمسة الحواس يمثل بالعلم الضروري وهو ما كان حاصلا بالخمسة الحواس وهذا يحصل بمجرد ماذا بمجرد الإحساس ما يكون بالخمسة الحواس يحصل ماذا بمجرد الإحساس حين ترى هذا الجهاز ما تقول الذي تقطع بوجوده وتراه أو هذه الساعة حين تتحققه فهو علم ضروري بحاسة البصر أو بحاسة السمع حين يسمع صوتا فيتحقق ويقطع لحصول هذا الصوت كذلك أشهر من الحواس الخمس ما هي السمع والبصر الشم والذوق واللمس إذا وضع يدها على شيء فإنه يقطع به فليقال ما الدليل على أنك على أن هذا الشيء موجود يقول أنا لا أنا لا يعني ألمسه وأحس به فطلبوا الدليل مكابرة ونقص في العقل ولهذا قال كحاصل بالخمسة الحواس وبالتواتر ككون فاس ذكر فاس هذه مدينة كبيرة في بلاد المغرب لشهرتها والمراد التمثيل المراد لماذا التمثيل فهذه أمور حاصلة بالخمسة الحواس وهذا العلم الضروري العلم الذي لا تردد فيه كذلك علوم الشريعة منها ما هو علم ضروري العلم بالكعب علم ضروري حين يراها ويتجه إليها ضروري إذا كانت الكعب أمامه يجب أن يتجه إليها لأنه يراها ويبصرها فهو في حقه ضروري لكن في حق غيره لا ليس ضروريا يجتهد في الاتجاه إليها لأنه ليس مضطرا إلى الخلاف من يراها من كان بعيدا عنه حتى ولكه في مكة يجتهد في الاتجاه إليها والنظري عكسه عكس ماذا الضروري ثم النظر أراد يفسر وإن كان ظهر عبارته أنه معناً آخر لا ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر لأن جولان الفكر في المعقولات هذا يسمى ماذا نظر وتفكير وفي المحسوسات تخيل حين يفكر في أمور محسوسة هذه تخيلات وفي ما يكون من باب النظر التأمل يكون فكرا وتأملا هذا يؤل إلى العلم لكنه ليس ضرورياً لو سألت مثلاً كم نصف سدس اثني عشر نصف سدس اثني عشر واحد طيب فهذا يحتاج النساء الحياة لفكر فيه قد يعلم هذه لكن لو أتيت بعدد آخر كم نصف سدس سبع سبعمائة مثلاً يلا طعضنا مثلاً وهكذا المقصود أن أن ما يحتاج إلى نظر هذا يسمى علم نظري علم نظري وقد يقول بعد ذلك إلى العلم لكن ابتداء الأمر ليس من بداهة العقول بل يحتاج إلى شيء من التعمل والنظر ولهذا قال في حال الذي فيه نظر مبنظر لا لأنك تنظر فيه تتأمل في هذا شيء سلت عنه أنت أيها الناظر تنظر في هذا شيء وتتأمله وهذا في الحقيقة يعني أقرب إلى قواعد الفقه أقرب إلى قواعد الفقه منه إلى الأصول لأن ذكر عنه والشك والشك تجويز لأمرين على هذا الشك حد سوى والظن ما على ذكر الضروري والنظر والشك والظن وهذا أمس بالقواعد الفقهية الشك تجويز لأمرين على حد سوى مثل أن تصلي أو سألناك عن فلان هل حضر تقول لا أدري احتمال أنه وصل واحتمال أنه أخبرني أنه سوف يصل اليوم ولم يحد لكن لا أدري هل وصل الآن أو لم يصل فاحتمال وصوله وارد واحتمال عدم وصوله ماذا وارد لكن حين يقول لك أنا بإذن الله سوف أصل الساعة الخامسة وسألناك الساعة السالسة أنت ما شاهدت يقلب على ظنك ماذا أنه وصل تقول هو وصل فيما يقلب على ظني لكن يجوز أنه عاقه أمر لنسى كذلك فلم يصل فهذا هو الظن ولي قال الظن ما على يعني زاد على نسبة الشك ثم نسبة الظن تختلف قد تقوى وتقرب من اليقين وقد تضعف وتقرب من الشك ولهذا الآن إذا قمت كنت تصلي وشككت هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة سألت تسأل تقول أنا شككت الصلاة ثم جئت تسأل ولا الثالثة الرابعة نسألك طيب أنت حين شككت هل هي الثالثة أو الرابعة هل استوى عندك الأمران أو ترجح تقول لا استوى الأمران يحتمن الثالثة أو يحتمن الرابعة كلاهما على حد سوى هذا شك إذن الشك ليس بعلم ماذا تصنع بهذا تلغيه أو تعمل به تلغيه إذا الغيته وتبني على ماذا على اليقين على الأقل نقول اجعلها الثانية وتلغي الثالثة لكن تقول أنا شككت في الثالثة والرابعة ويغلب على ظني أنها الثالثة بنسبة سبعين في المئة إذن هذا فوق الشك بماذا بعشرين في المئة إش نقول ما نلغي الظن الظن نعمل العلم فتعمل فليتحر أقرب ذلك إليه يقول علي غانب حليس المسعود تعمل تبني على الظن تعمل بالظن وإحكامه معلومة قد يقوى ثمانين في المئة تسعين في المئة لكن ما وصل دراتي اليقين لا زال موحة الظن تعمل بالظن والشك تجويز لأمرين على حد سواء والظن ما على ما اسم موصول الذي على فوق الشك إذن هذه من المراتب العلم وانقسام العلم وكما سبق هذه المراتب أمس أو هذه المعاني أمس بقواعد الفقه منها بأصول الفقه ولذا لا بأسى أن تربط به من هذا الباب وإن كان المقصود هو معرفة هذه الحدود لأن أصول الفقه مبني على أصول ثابتة فهو في إشارة إلى بناء العلم بهذه الأصول بناءا يقينيا حتى يبني الفروع على هذه الأصول بناءا صحيحا نعم قال رحمه الله أقسام الكلام إن الكلام قال من أجاده مركب الإسناد ذو الإفادة يحصر في الخبر والإنشاء وكل واحد على أنحائي واقسمه للمجاز والحقيقة وكل واحد له حقيقة نعم يقول رحمه الله إن الكلام وذلك أن أصول الفقه مبني على قواعد وأصول هذه الأصول لا تفهم إلا بفهم الكلام الأمر كلام النهي كلام المطلق العام فلابد أن تعرف الكلام وإن كان مباحث الكلام تعريف الكلام أمس بالنحو منه بالأصول إنما يذكر الأصوليون ما تمس الحاجة إليه من هذه التعريف للكلام إن الكلام قال من أجاده يعني أجاد القول فيه مركب الإسناد ذو الإفادة مركب الإسناد يخرج بذلك المركب المسجي مثل بعلبك وحضر موت وكذلك الإضافي كعبد الله وعبد الرحمن وذلك فالمراد المركب الإسناد والإسناد ما هو هو نسبة حكم لسم على جهة النفي أو الإثبات تقول حضر جيد هذا فيه إسناد الحضور إلى جيد والإسناد هو أنفع العلامات في باب علامات الإسم ولهذا ذكروه معرفاً للضمائر وأن الضمائر يصح الإسناد إليها إسناد إليها مركب الإسناد يعني لا تصلح العلامات الأخرى في الضمائر مثل أل ونحو ذلك لكن يصح الإسناد حضرت أكلت ذهبت تعلمت يعني هذه الضمائر التي كلها أفعال لو أردت أن تأتي ببعض العلامات الأخرى لا تصلح فالضمائر لا تقبل ما تقول ألت منحو ذلك فلهذا كان من أنفع العلامات في باب تعريف الأسماء مركب الإسناد يعني نسبة حكم إلى إسم كما تقدم على جهة النفي والإثبات ذو الإفادة لا بد أن يكون مفيدا لا بد أن يكون مفيدا ثم تركيب الكلام له أقسام كثيرة ويتركب من إسمين ومن إسم وفعل ومن فعل واسمين وفعل وثلاثة أسماء وربما أربعة أسماء يتركب من إسمين جملة إسمية محمد مجتهد محمد رسول الله الله ربنا محمد نبينا جملتان إسميتان مفيدتان فهذا مما تتركب منه هذا الجمل وهو نوع من الكلام مفيد وتتركب أيضا أو يتركب الكلام من فعل وسم مثل ماذا حضر محمد حضر جيد فعل وسم طيب هل يتركب من فعل وسمين مثل ماذا فعل وسمين ظننتو كان وخواتها وكان الله غفورا رحيما كان الله غفورا رحيما فعل هذا الماضي الناقص وكذلك اسمه وخبره تتركب تتركب أيضا من فعل وثلاثة أسماء علمت جيدا مجتهدا ومن أربعة أسماء أعلمت جيدا عمرا مجتهدا فعل وثلاثة أسماء فالمقصود له تركب ويتركب أيضا من اسم وفعل يشد مشد ومن نعم يشد مشد الخبر فاعل يشد مشد الخبر قائم جيد فكلها من الجمل أو الكلام المفيد وهم كما تقدم ذكروه مقدمة للتعاريف التي تأتي وهي الأصول في هذا الباب لأنها مركبة من الكلام ومعرفة الشيء لابد أن تبنى على معرفة أصله يحصر في الخبر في الخبر والإنشاء يعني الكلام يحصر في الخبر والإنشاء فالكلام خبر وإنشاء قال وكل واحد على أنحاء يعني على أقسام الخبر أقسام والإنشاء أقسام وش أقسام الخبر مثلا الخبر يكون ماذا متواترا وأحاد ومشهور يعني الأقسام ويكون أيضا تقسم آخر مجتمع على الوعد والوعيد الوعد والوعيد هذا الخبر والإنشاء الخبر يقولون محتمل الصدق والكذب في ذاته يعني وإن كان بعض الخبر لا يكون إلا صدقا وبعض الخبر لا يكون إلا كذبا فخبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله عليه السلام كل حق وصدق ومدعي النبوة كذب وكذلك الكذب الصراح فهو على أنحاء وكذلك أيضا الإنشاء الإنشاء مثل ماذا ما ليس خبر يعني الإنشاء حين تقول هذا أنشأ الكلام لا يصح أن تقول إن قوله خبر مثل ماذا الأمر نعم والنهي والاستفهام والعرض والقسم والتمني كلها هذه إنشاء فإذا قلت مثلا حضر محمد هذا خبر ولا إنشاء إذا قلت قم يا محمد إنشاء يعني التفريق بينهما قد يكون لا حاجة إليك كل يعرف الخبر والتفريق بينهما لكن قد أولع كثير من المتكلمين وخصونا الوصول في التعريف يعرفهم كل شيء ما يدعون شيئا إلا ويعرفون مثل العلم هل هل يحد أبو القيم رحمه الله ذكر ما معناه في بعض كلامه رد على بعض هؤلاء حين ذكر بعض الأشياء التي يعرفونها وهي لا تحتاج إلى تعريف مثل العلم والجهل نحو ذلك لكن هم يحتاجون يذكرون هذا لمناسبة ذكر هذه التعريف قال وقسمه للحقيقة والمجاز وقسمه للمجاز والحقيقة الضمير يرجع على ماذا إلى الكلام لأن معرفة مرجع الضمير مهم وقسمه للمجاز والحقيقة الحقيقة ما هي قسيم المجاز يعني قسيم المجاز ليس قسم منه وكل واحد له حقيقة كل واحد من ماذا كل واحد أي من الحقيقة له حقيقة طيب شون يقول له حقيقة ويقول كل واحد كيف يقول كل واحد حقيقة وقل له حقيقة هذا إن حسنت حقيقة أي تعريف أو ما هي فهم باب الاتفاق ماذا في اللفظ اختلف معنا نعم يعني له مسمى عند البلاغين تذكرونه جناس تام حسنت جناس يعني اتفق في اللفظ واختلف في المعنى طيب وقسمه للمجاج والحقيقة وكل واحد له حقيقة فآخر الشطر الأول قسم المجاج وآخر الشطر الثاني المراد بالحقيقة الماهية وسيأتي تعريف الحقيقة نعم قال رحمه الله الحقيقة والمجاز وأقسامهما أما الحقيقة فلفظ من تقل عن وضعه ثم المجاز ما نقل أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية كذا عرفية أقسامه بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان نعم ثم قال رحمه الله أما الحقيقة وهذا كما تقدم حرف تفصيل وشرق لأنه ذكر لك الحقيقة والمجاز ثم أراد أن يفصل لك هذين المعنيين أما الحقيقة فلفظ من تقل إن ما هنا موصوله لنافية ما معنى الذي نافية لو قلت ما موصوله صار ضد المعنى هو يريد ينفي أو يثبت ينفي يعني لفظ لم ينتقل هذه الحقيقة باق على وضعه في اللغة كالأسد في الحيوان المفترس هم يقولون أن الأسد حقيقة في الحيوان المفترس البحر حقيقة في ماذا في الماء الكثير وهكذا سائر المسميات التي هي في وضعها الأول على استلاحه من تقل عن وضعه ثم المجاز ما نقل مثل ماذا المجاز المجاز ما هنا نافية ولا موصولة شف انظر هذه بينك سعة اللغة ما هذه لها أكثر من عشرة معاني تخدمك هي بمعنى في الشطر الأول وبمعنى آخر في الشطر الثاني فلهذا قال ما يعني الذي انتقل هناك ما الذي لم ينتقل عنوض ثم المجاز ما نقل أي الذي نقل لأن هذا إثبات وذاك نفي والنفي ضد الإثبات كالأسد في الرجل ماذا الشجاع حينما تقول جئت إلى إنسان جئت إلى إنسان في داره فوجدته كالبحر يعني قد تريد كالبحر في العلم كالبحر في الكرم حسب المقام إذن هذا كما يقولون هو المجاز ومعناه من جاز الشيء مثل جاز الوادي قطعه كأن المجاز انتقل بهذا اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه الآخر هذا الانتقال وهو العبور من المعنى الأول سمي مجاز لأنه جازه جاوزه تركه إلى معنى آخر أقسامها ما هي الحقيقة ثلاثة شرعية الأول ثلاثة شرعية وش عراب شرعية ثلاثة شرعية طيب بدل بعض من كل يعنيه طيب ويصل حيضا يقال خبر متن محذوف ولكن الأصل عدم التقدير عدم التقدير أحسن يقال إذا أمكن إجراء الكلام بلا تقدير هو أحسن وهذا أقرب ثلاثة شرعية بدل بعض من كل لغة ولغوية عطف عليها كذا عرفية طيب شرعية مثل الصلاة الصلاة في اللغة ما معناها الدعاء وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير واختتمه بالتسليم بالتسليم هذا هو الصلاة في الشرع ولغوية كالأسد في الحيوان نعم شرعية ولغوية كالأسد في الحيوان كالدابة لذوات الأربع كالدابة لذوات الأربع هذا التقسيم على أن الحقائق ثلاثة وقيل إنها حقيقة ومجاز فالحقيقة هذا ما ذكره الجويني رحمه الله وذكر أنها إما أن معنى الحقيقة هو ما بقي في معناها الأول وإذا نقل فهو مجاز فيقال إن الصلاة مجاز وإلا فالحقيقة الدعاء الصوم مجاز وإلا فالحقيقة الإمساك الزكاة مجاز وإلا فالحقيقة أنها النماء والزيادة الحج مجاز وإلا فالحقيقة أن الحج هو القصد إلى معظم في اللغة وبعضهم قال إنها ثلاث حقائق حقيقة الشرعية حقيقة عرفية حقيقة لغوية لكن الذين قسموا هذا التقسيم يعود قولهم ويقول إلى القول الثاني الأول لأنهم يقولون هي حقيقة لكن حقيقة انتقلت وإلا فأصلها أنها الدعاء مع الاستعمال في الشرع حقيقة الشرعية واللي عندهم مجاز فهما قولان يرجعان إلى قول واحد وهل الحقائق موجودة اختلف العلماء على قولين هل هناك حقيقة شرعية هل هناك حقيقة لغوية هل هناك حقيقة شرعية وكذلك حقيقة عرفية أو أن الأصل الحقيقة اللغوية وليس هناك حقيقة شرعية إنما الشارع قيد إطلاق الحقائق اللغوية الجمهور على أن هناك حقائق شرعية وذهب شيخ الإسلام رحمة الكتاب الإيمان إلى أن الشرع لم يغير إنما قيد فالصلاة في معناها في اللغة هو معناها في الشرع إنما قيد إطلاقا فاللغة فالصلاة في اللغة هي كل دعاء لكن قيد في الشرع بالدعاء في الصلاة بشروطه المعروفة الصوم في اللغة هو الإمساك والشارع ما غيرها ولا نقلها إنما قيد الإمساك بقيد الإمساك فهو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات عن جميع الفطرات يقول هو ما ناقلها ولم يغير إنما قيدها وهكذا الحج أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية وكذا عرفية هذا التقسيم على المشهور وذهب بعض العلم إلى أن الكلام على الحقيقة وأن ليس هناك مجاز مطلقا لا في القرآن ولا في اللغة وهذا القول أسعد وتفصيله في كلام أهل العلم وبسط الشيخ الإسلام رحمه الله كذلك الشنقيطي رحمه الله في رسالة له في هذا الباب رحمه الله بسطها وذكى العدلة كذلك القيم رحمه الله جعله طاغوت واحد من الطواغيت وهو طاغوت المجاز قد توصل به إلى إنكار كثير من أسماء الصفات فهو طريق ودهليز إلى كثير من التحريف وهذا واقع لكثير من المتكلمين وأنت إذا تأملت وجدت الأمر على خلال مقال ولهذا قال أقسامه الأول أقسامها الحقيقة الثاني أقسامه ما هو المجاز بالزيد الزيد ما هو الزيادة الزيادة ومثل عليه بقوله تعالى ليس كمثله شيء قال أصل ليس مثله شيء الكاف زائدة هم يقولون زائد يعني معنى لعرمجة عراب لكن قام قاعدة في اللغة العربية كل ما قيل فيه زائد في اللغة في القرآن فهو للتأكير وبعضهم تحاشى كلمة زائد أو زائدة ويطلقون صلة هذا المعنى أحسن لأن صلة فيها إشارة إلى أنها تصل المعنى بمعنى آخر هو أفضل وأولى من كون زيادة قد يتوخم أنها زيادة والزيادة في الكلام قد يستغنى عنها لكن ليس في كتاب العز وجل شيء إلا وله معنى عظيم وبلاغ عند التأمل والتدبر ولهذا في قوله تعالى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يقال إنه مجاز بالزيادة كما قالوا بل المعنى ليس كمثل مثله المعنى لو افترض أن له مثل سبحانه وتعالى فإن مثله ليس له مثل فكيف هو سبحانه وتعالى هذا من أعظم إثبات نفي التمثيل له سبحانه وتعالى في ذاته والتمثيل له في صفاته والصفات يحذى بها حذو الذات هذا معنى عظيم ليثبته أهل السنة رحمه الله قالوا إنه معنى صحيح وليس من باب المجاز والنقصان النقصان يمثل عن يقول واسأل القرية قالوا إن المعنى واسأل أهل القرية فحذف المضاف حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامة واسأل القرية واسأل أهل القرية على قوله وما يلي المضاف يكون خالفا عنه في العراب إذا ما حذف ويقال هذا ليس بصحيح هذا أسلوب عربي صحيح موجود وما يلي العراب يأتي خالفا عنه في العراب إذا ما حذف وهو كالموجود والمقدر كالموجود طريقة العراب أنها إذا استغنت عن الشيء فإنها لا تذكر تبني الكلام على اختصار ولا تجد الإضمار وهذا في كلام العرب كثير وهو الاستغناء عن الشيء إذا كان يستغنى عن ذكره بذكر ما يدل عليه والمقدر كالموجود وجواب آخر أن قول واسأل القرية معلوم أن المراد بالقرية السؤال هو من فيها إذ لو كانت هذه القرية جدران وحجر وأبواب لا ساكنة فيها هل تسمى قرية وتسمى أطلال أطلال هذا هو في شعر العرب سمونه أطلال إنما لا تسمى قرية إلا إذا وجد فيها القوم والقرية مأخوذة من التقري والتقري ما هو هو الاجتماع فلهذا وسأل القرية هذا واضح في هذا المعنى فليس فيه مجاز والنقل كذلك النقل مثل في قولي سبحانه وتعالى أو جاء أحدكم أحد منكم من الغائط قالوا الغائط في اللغة ما معنى الموضع المنخفض بغائط من الأرض فهو الموضع المنخفض فإذا قل ذهب أي الغائط أو الغائط فهم يقولون هذا مجاز بالنقل وهو إطلاق المحل وإرادة الحال وهي الفضل الخارجة من الإنسان وهي الفضل الخارجة من الإنسان وهذا أسلوب عربي وهو إطلاق اسم المحل على الحال وإذا كان أسلوب عربي فلا نقول إنه مجاز هذا من تصرف العرب هل تحكم على العرب بأنهم قالوا من قال أن العرب أرادوا بذلك المنخفض بل يطلقونه حقيقة عليه يطلقونه حقيقة عليه ولهذا إذا جاء أحد يعني في قول النبي عليه إذا ذهب أحدكم إلى الغائط إلى الغائط يعني وهو المكان الذي يقضي حاجته فحين يقضي حاجته فأطلق المحل وأراد الحال وهو الفضل الخارجة كذلك أيضا واستعارة البياني استعارهم وذكروا هذا في قوله سبحانه وتعالى جدار وجد فيها جدار يريد أن ينقض قالوا الجدار لا إرادة له شوف يعني الجرأة من قال لكم الله عز وجل أثبت له إرادة تقول لا إرادة له ويقول استعارة استعارة عندهم استعارة تصريحية وتصريحة استعارة مكنية وهذه استعارة مكنية عندهم وهي تكون بحذف المشبه وذكر شيء من لوازمه وذكر المشبه به جدارا يريد أن ينقض الجدار هو مشبه يريد أن ينقض المشبه به لكن ما قالوا أنه شبهه بإنسان له إرادة والإرادة للإنسان في الميل حين تكون إرادة الميل من الإنسان فهو لم يذكر الإنسان حذف الإنسان المشبه به وذكر شيئا من ماذا من لوازمه فكنا باللازم عن الملزوم وهو الإنسان سميت استعارة مكنية لكن حين يصرح بالمشبه به يكون استعارة تصريحية جئت إنسان فوجدته كالبحر وهو ذكر المشبه به وهو البحر يعني في الكرم هل أنتم تحكمون وتقولون إن الإنسان لا إرادة الله عز وجل يجبت له إرادة ثم لو أردت أن تبسط المقام فهناك دلة صريحة في الكتاب والسنة تدل على الإرادة والقصد من هذه الجمادات وإن ميشيل يسبحه بحمده وكان النبي عليه السلام يعرف حاجة يسلم عليه والمقام يطول بهذا لعلى نقف على هذا وبعد المغرب نكمل إن شاء الله موسيقى